حضر ملك تايلند ماها فاجير ألون جوكورن حفلاً بمناسبة بداية الموسم الجديد لزراعة الأرز أجرى خلاله تقوساً للتنبؤ بحجم محاصيل هذا العام وفي الحفل الذي ينظم سنوياً لحرث الأرض توقعت ثيران مقدسة وجود وفرة في المحاصيل الزراعية هذا العام ومن بينها الأرز ويتضمن الاحتفال حرث حقل رمزي بواسطة هذين الثورين المقدسين الذين يدوران تسع مرات حول تلك الرقعة حيث ينظر إلى الرقم تسعة باعتباره رقماً جالباً للحظ السعيد ومع نهاية الاحتفال يهرول الحاضرون للحصول على ما يستطيعون جمعه من تربة الحقل المحروث لاعتقادهم بأنها تجلب الحظ والرزق اشتركوا في القناة